أعزائي الطالبات وطلبات الصف الأول إعدادي أهلا بيكم حبيبي في لقاء متجدد وحلقة جديدة من حلقات برنامجنا الجميل عالم الكمبيوتر أو الكمبيوتر وورلد اللي بنتناول من خلاله شرح لمقرر مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصف الأول الإعدادي حبيبي إحنا سمعنا عن حاجة اسمها الكمبيوتر سيستم بنسمع الأيام بنقول عالم الكمبيوتر الكمبيوتر سيستم نظام الكمبيوتر أول ما يتردد لزهننا على طول بنقول يعني الكمبيوتر يعني الكمبيوتر اللي بنشوفه على التيبل عندنا في البيت في الشقة عندنا الكمبيوتر اللي هو البي سي إن كان ديسكتوب أو اللابتوب معاي وفقط النهاردة يا حبيبي هنبدأ المنهج بتاعنا فإن إحنا نوصل ونوصف يعني إيه الكمبيوتر سيستم بس بشكل علمي دقيق عشان نبقى فاهمين كويس الكمبيوتر سيستم ببساطة كمثال أول ما بدخل مول تجاري بلاقي إن أنا لو محتاجة أشتري بشتري بعض المشتريات بتاعتي أو البضاعة بتاعتي وبوصل للكشير أول ما وصل الكشير ألاقي في إنسان قاعد على تيبل وفي قدامه الكمبيوتر أيا كان وقدامه مجموعة من الكمبوننتس كده اللي بنشوفها زي ما أنا تناولها فيما بعد إن شاء الله وألاقي بقوله طيب احسب لي لو سمحت الفاتورة بتاعتي يبدأ يقول لي اشتريت منتج كذا كام وحدة سعر الوحدة الإجمالي كذا ويبدأ يجمع لي كل المشتريات بتاعته في النهاية يقول لي إجمالي الفاتورة كذا أبدأ بتفعله بالديني البالي وبمجرد ما باخد البضاعة بتاعتي ومعي الفاتورة وبمشي أنا بالنسبة لي كده أضيت وقت معين مع حاجة اسمها الكمبيوتر سيستم إيه الكمبيوتر سيستم هنا مش فقط الجهاز الكمبيوتر وإيه لو ما كانش الكشير قاعد مع الجهاز وبتعامل معاه ما كنتش عرفت أحسن الفاتورة صح؟ إن ما كانش الكمبيوتر موجود فيه برامج متخزن فيها أسعار الوحدات اللي أنا هشتريها سعر الوحدة النهاردة عفواً النهاردة تسعيره كامل المنتج ده يبقى الكمبيوتر النهاردة مش جست الحاجة اللي أنا شفتها قدام عناي الكمبيوتر نفسه على الديسكتوب ولكن الإنسان اللي شغال معاه بيشغله وكمان الصوفتوير اللي متخزن على الكمبيوتر ده علشان يبدأ يفهمني ويتفاعل معاه لإني الكمبيوتر في حد ذاته آلة حديدية آلة بلاستيكية لما أجي أتكلم معاه مش هتفهمني لأن لها لغة خاصة بها هي بنسميها لغة الآلة أو الماشين لانجوج ببدأ أتفاعل معاه من خلال وسيط أو ترانسليتور زي ما نشوف إن شاء الله من خلال العرض بتاعنا النهاردة مع بعض يلا نبدأ أحبايب نشوف مع الشاشة مع بعض كده إن شاء الله أساسيات الكمبيوتر ونظم التشغيل طيب السؤال اللي بيتبادر لزينا نعطوه أين يوجد الكمبيوتر؟ أو يعني إيه الكمبيوتر سيستم؟ يعني إيه نظام الكمبيوتر يا مستر؟ والله يا مستر أنا شفت حاجة اسمها الكمبيوتر المكتبي اللي هو ديسك توب آه شفته كتير أو أو الكمبيوتر المحمول أنا بابايا اشتري لي كمبيوتر محمول اللاب توب علشان أخده معايا المدرسة وأبدأ أحضر فيه دروسي الكمبيوتر أو الأجهزة الزكية السمارت ديفايزيز معايا سمارت فون معايا تابلت معايا آيفون معايا بالزبط كده دي اسمها الأجهزة الزكية أو السمارت ديفايزيز ودي أشكال مختلفة من أجهزة الكمبيوتر يبقى ببساطة الكمبيوتر أو أجهزته اللي نقدر نشوفها إن كان ديسك توب أو لاب توب أو الأجهزة الزكية دي كلها بتمثل نوع أو إليمنت أو عنصر من عناصر منظومة الكمبيوتر أو عنصر من عناصر منظومة الحاسب طيب وبالتالي يلا نعرف مع بعض نظام الكمبيوتر علشان نوصل في الآخر لتعريف دقيق مش شرط يكون هو اللي في الكتاب ومش شرط يكون هو اللي في أي ريفرنس أو أي مرجع شرط الوحيد إن أكون أنا اللي أنتكتب عقلي بالعمليات المعرفية بتاعتي فهمت فقدرت أعبر فعبرت وقلت يعني إيه نظام الكمبيوتر تعالوا مع بعض إن نستنتج مع بعض تعريف نظام الكمبيوتر ونقول تعريف جهاز الكمبيوتر الكمبيوتر هو عبارة عن جهاز إلكترون طبعا خلاص أنا متفقين أنه هو جهاز إلكترون له القدرة على أربع عمليات فور بيزيك بروسيس وات زفيرست بروسيس إز رسيف استقبال بيستقبل بيستقبل وات يا مستر هنشوف بس على الأقل نبقى فاهمين الستركشر بتاع التعريف إزاي بنبنيه أنا اللي أقدر أعمل تعريف مش شرط أنه نحفظ تعريف فما أقول الكمبيوتر هو عبارة عن جهاز إلكتروني لها القدرة على أربع وظائف أساسي وهي استقبال معالجة إخراج وتخزين استقبال ماذا يستقبل مني الكمبيوتر يستقبل البيانات فهو له القدرة على استقبال البيانات والأوامر الكشير قاعد قدام الكمبيوتر بيعمل عملية إدخال للبيانات بيدخل أنا اشتريت كام وحدة وسعر الوحدة كام ويبدأ يدخل له أوامر يقول له save أو print أو calculate احسب تمام ومن ثم بعد مع الكمبيوتر استقبل من الكشير البيانات ومن ثم معالجة تلك البيانات للوصول إلى النتائج في صورة معلومات نركز كده في التعريف أول عملية استقبال تاني عملية معالجة العملية الأولى استقبال استقبال بيانات العملية التانية معالجة أو processing بيعمل إيه؟ بيعمل عملية معالجة للبيانات السابق ادخالها لكي بهدف للوصول إلى النتائج والنتائج دي بتكون في صورة معلومات أو information يبقى أنا هنا في التعريف تناولت كلمة بيانات data ومعلومات information من خلال وظيفتين من الوظائف الأساسية لنظام الكمبيوتر وهو استقبال ومن ثم معالجة طيب وبعد ما استقبل من البيانات وعالجها وعشان يطلحها لي في صورة معلومات الفطورة على فكرة الفطورة هي في صورة معلومات إجمال الفطورة كام؟ ها يتم الفطورة لو ظل المعلومات داخل الكمبيوتر أنا لازم أخذ مستند ورقي معايا لازم أشوف قدام عيني الحزبة بتزبط الفطورة كام؟ لازم يبقى تالت وظيفة من وظائف الكمبيوتر أو من الوظائف الأساسية الكمبيوتر وهي يتم إخراجها أو تخزينها لحين الاستفادة منها في وقت لاحق يبقى تاني الكمبيوتر عبارة عن جهاز إلكتروني له القدرة على for basic process for basic أنا منت أربع حاجات بيقوم بها الكمبيوتر يستقبل يعالج يخرج ويخزن يستقبل وط يستقبل البيانات ويعالج يعالج المعلومات وبعدين يتم إخراج المعلومات اللي عندي اللي هي الفطورة بتمثل لي الفطور أو الشهادة بتاعتي لو control في المدرسة لو ال control في المدرسة بيعمل لي عملية إدخال لدرجاتي للدرجات بتاعتي الدرجات بتاعتي الميت term أو الفاينال تيرم term exam طيب ويعمل عملية معالجة يعمل عملية submission يحسب لي إجمالي الدرجات بتاعتي وبعدين في النهاية يتبع لي فطور يتبع لي شهادة معذرة يتبع لي شهادة تقول لي أنا ناجح إن شاء الله كلنا نكحين بإذن الله أنا ناجح أنا ساكسفول يبقى في النهاية بيتبع لي أو تبط يتم إخراجها نبص كده على الشاشة مع بعض يتم إخراجها أو تخزنها طيب يتم إخراجها ويعرفنا أنه بيتبع لي شهادة أو يتبع لي فطورة أو تخزنها بيتخزنها ليه علشان تبقى كأرشيف بالنسبالي انا في وقت من الوقات يبقى مدير المدرسة محتاجي يعرف عدد النكحين عنده في عام 2017 لو ما كنتش او نظام الكمبيوتر قام بعملية تخزين منين اجيب الداتة دي طب منين ارد عليه منين ياخد قراره يقول ايوة الطالب فلاني فلاني كان عندنا 2017 وناجح وطلع الاول منين يبقى الارشيف بالنسباله لابد ان يكون في مكان للتخزين الكمبيوتر بيوفر ايوة دي وظيفة اساسية بالوظائف لسابة الكمبيوتر وهو يخزن ما يكون بمعالجته هو عالج ايه ما قام بادخاله هو استقبل ايه مني الداتة وعالجها طلعها لي انفورميشن كمعلومات في صورة بقى في على الاسكرين او على الطبعة او على سماعات اقدر اسمع الاغنية اقدر اسمع الفيديو كليب يبقى ده او تبوت بالنسبة للكمبيوتر نكمل مع بعض على الشاشة حبيبي طيب يبقى في الشكل ده باختصار سريع نقول العناصر الاساسية للنظام الكمبيوتر احنا بقى اكبرنا وبدأنا نفهم وبدأنا نعرف استراكشور ازاي احنا اللي نبني المفهوم مش نحفظ بس المفهوم العناصر الاساسية للنظام الكمبيوتر فيه اربع مكونات انا عاملهم بلون باهت علشان نبدأ نركز فوكس بس عليها نبدأ بين see مسلا هابدأ بالهاردوير yais يبقى انا لسالي تلات عناصر اساسية من عناصر نظام الكمبيوتر اول منظومة الهاردوير ببساطة معايا حبيب الهاردوير هنا مين يفتكر في المثال اللي احنا قلناه لما دخلت صيدلية او مول تجاري او المدرسة عشان امتح وانجح ان شاء الله لقيت نظام الكمبيوتر في المثال اللي احنا سقناه قدامنا قلنا انسان قاعد قدام كمبيوتر وقاعد قدام كمبيوتر ايوه الديسكتوب اللابتوب السمارتفون التابلت ايوه دي اجهزة مادية اجهزة صلبة اقدر اشوفها بعيني ياس اقدر المسها تاتشد اللي اقدر المسه او اشوفه بعيني من نظم الكمبيوتر او مكونات الكمبيوتر ببساطة جدا هو تحت او يندرج تحت التايتل هاردوير اول كمبوننت او اول عنصر من عناصر منظومة الحاسب الالي الهاردوير تمام نبص كده على الشاشة ونقول طيب لو قلنا الهاردوير مثال ناخد الهاردوير من السمها وفقا ليه احنا قلنا العناصر او الوظائف الاساسية لنظام الكمبيوتر هي استقبال معالجة اخراج تخزين هنقسم الهاردوير ده لازم ده منطقي ده لوجيكا لنقول ان الهاردوير لما اجا قسمه هقسمه وفقا لايه وفقا للوظائف بتاعت الكمبيوتر الكمبيوتر له وظيفة ان يستقبل من المدخل داتا من خلال هي دي هو ده الكمبوننتس اللي هي مسؤولة عن عملية الادخال كهاردوير طيب وبعد ما عملت عملية ادخال الكمبيوتر قام بعملية معالجة هي يستخدم كمبوننت هاردوير عشان يقوم بعملية المعالجة هنشوفها بنفسنا ايو ايو تم تاني نكمل من خلال الشاشة بتاعتنا ونقول لو قسمنا الهاردوير من خلال الاربع وظائف لنظام الحاسب الآلي ادخال او استقبال معالجة تخزين او اخرى تعالوا مع بعض اكتنا نشوف مع بعض يا حبيبي ناخد اول حاجة استقبال بنسميها وحدات مسؤولة عن عمليات الادخال للكمبيوتر انبوت يونيتس فوركزامبل كيبورد اعمل عملية ادخال لداتا النوع الداتا هنا ايه الداتا طيب ايه من الكيبورد من الكيباد على الموبايل الكيبورد من على الديسكتوب او الكيباد من اللابتوب بعمل عملية ادخال للداتا كام وحدة انت اشتريتها انت محتاج طب سعر الوحدة كام طيب رقم العميل رقم المورد اسم الكاشير رقم الاي دي كل دي عملية ادخال بحتاجها الايميل بتاعك عنوان الايميل فيصل ابو العينين ات يبقى سيمبل انا محتاج سيمبل بالضبط كل دي اقدر ادخالها اعمل عملية ادخال انبوت من خلال انا محتاج ايه في نظام الكمبيوتر وحدات مسئولة تساعد اليوزر انا كيوزر انو اعمل عملية ادخال لنظام الكمبيوتر ده داتا من خلال وحدات الادخال طبعا تعالوا نكمل مع بعض يا حبيب نقول يبقى اول اكزامبل او اول مثال لوحدات الادخال الكيبورد طيب طيب اقدر ادخل من خلال الميكروفون الصوت يبقى دي داتا ايوة داتا فويس اقدر ادخل صوت داخل الكمبيوتر اخزن صوتي انا بذاكر وبعمل شرح لوحدة من وحدات الدراسية اللي عندي بصوتي عشان ابقى مركز فيها اقدر اقدر من خلال وحدة ادخال مسئولة عن ادخال داتا من نوع فويس مايك ييس نكمل حبيب مع بعض ونقول كاميرا تمام انتو تقدروا تستنتجوا وظيفة كل كمبونت من كمبونت بتاعت الهاردوير ونقول الماوس ان كنت من الكيبورد اقدر ادخل characters ونمبر وسمبل وان كان من خلال الكاميرا ادخل صورة او فيديو او من المايك صوت فويس اللي ان الماوس اقدر ادخل من خلاله اوامر باي سيليكتنج بس الليكت بس بختار الامر وابدأ اقول ادخال عندي كمان مثال التاتشباد ما دي وحدة من وحدات ادخال الداة للكمبيوتر اللي سكنر مثال من امثلة وحدات الادخال بتستخدم في ادخال الداة ولكن انا عندي فوتو ليه صورة ليه انا كنت اخدت صورة سريعا كده فيه على البلاج انا وانا صورة وانا ناجح وبتكرم في المدرسة ان انا طلعت الاول الصورة دي محتاجة دخلها ديجيتال على الكمبيوتر الصورة دي او الشهادة دي انا اخدتها ورقية عندي جهاز اسمه سكنر اقدر اخد كابي منه وابدأ انا دخلها كنسخة ديجيتال على الكمبيوتر طيب نكمل حبيبا نقول التاتش سكرين انا ممكن يجيلي وسؤال والتاتش سكرين هل تعتبر من وحدات الادخال مش هانا باستخدم التاتش سكرين التاتش من خلال سمارتفون بتاعي علشان اكتب رقم موبايل اتصل بيه او اكتب ميسج بوكس ميسج عشان ابعادها لزميلي ايو يبقى وحدات ادخال تمام يا مستر احنا كده بدأنا نفهم يبقى ببساطة في العرض بتاعنا نقدر نجمع اللي قولناه ليه انبوت يونت او وحدات اللي ادخاله نقول كيبورد ميكروفون كاميرا سكانر والماوس وكمان التاتش باد او التاتش سكرين تمام العناصر الاسية نظام الكمبيوتر عندي السيستم يونت ليه محتاجة اعمل ايه محتاجة في السيستم يونت معايا حبيبي احنا قلنا قسمنا وحدات الهاردوير للكمبيوتر او نظام الكمبيوتر لوحدات ادخال مسؤولة عن تلبية الوظيفة الاولى للكمبيوتر وهي ادخال طيب بعد كده الكمبيوتر عنده ادخال ثم معالجة محتاج يعمل عملية معالجة يجمع درجات الطالب في الميت تلمي اجزام عشان يطلع الشهادة يعمل عملية مقارنة ما بين الطلاب علشان يقول اللي فوق 95% نقول excellent ممتاز او ما بين 75% ل95% جات جدا very good او ملزق تمام يبقى الكمبيوتر يقدر يعمل عمليات حسابية او عمليات منطقية دي بسميها process بيقوم بها الكمبيوتر اي وحدة من وحدات الكمبيوتر اللي تقوم بالعملية دي تعالوا نشوف معايا حبيبي انا عندي بلاقيها حاجة اسمها system unit والsystem unit دي اللي هي الكيسة بالنسبة لي او الكيس بالنسبة للاب توب اللي هي بتبقى stand الجزء ده بيبقى له مكونات داخلية اول مكون داخلي اللي هو الذاكرة الرئيسة او المين ميموري والمعالج اللي بنقول عليه processor واللوحة الام الماثر بورد اللي هي بتكون عبارة عن لوحة بيتركب عليها الذاكرة الرئيسة والمعالج وفي بقى كابلات كتير وفي هارد ديسك وفي وفي انا خدت الاهم ثلاث حاجات في وحدة النظام او system unit او ما سبنا الكيس دي وبقول الذاكرة الرئيسة المسؤولة عن التخزين والمعالج عشان عملية المعالجة واللوحة الام الماثر بورد عشان عملية التجميع اذا كونتينر طيب ناخد اول حاجات الذاكرة الرئيسة او المين ميموري مقسمة لجزئين انا في علوم الكمبيوتر اقول عن الذاكرة الرئيسة اقدر اتناور مفهومين للذاكرة الرئيسة مصطلحين للذاكرة الرئيسة في الكمبيوتر اما بيطلق رام او روم ايه الفرق بين رام وروم دي ذاكرة الرئيسة في الكمبيوتر تعالوا مع بعض حشان شنشوف ايه الفرق بين الرام والروم الذاكرة المؤقتة كأول نوع من انواع الذاكرة الرئيسة ودي اختصار لي random access memory ودي تقنية من انواع من من التقنيات اللي اقدر استخدم استراتيجيات التخزين عندي بسميها random access memory او التخزين العشوائي اقدر اوصل للحاجات اللي انا خزنتها في الكمبيوتر انتده بشكل عشوائي وده بيديني سرعة للوصول وده بنختصرها بأول character من ال three words دي random access memory r a m او بتختصر لي رام وده الشكل اللي بخزن فيه ايه ال data اللي داخلت من خلال وحدات الاتخال تاني نوع من الذاكرة اللي رئيسة في الكمبيوتر وهي الذاكرة الدائمة او room وده بتختصر او باختصارا لي read only memory وده الذاكرة اللي بتضحى في الكمبيوتر احدى شركات او شركات المنتجة للكمبيوتر نفسه علشان تبدأ تخزن فيها programs هو اللي بيمسؤول او بينسميه pius زي ما هنتناول في مئة بعد ان شاء الله اللي هيدخل كلية هندسة علوم حاسب او ما الى ذلك في حاجة اسمها pius ده البرنامج اللي الشركة المنتجة وضعاته في الكمبيوتر علشان طب قبل ما اعرف علشان او بهدف هو وضعاته فين هنا بقى الكمبونات اللي اسمه room دي يعني المكان اللي بيخزن في ال pius طيب نعرف بالمرة كده كجملة اعتراضية لي يعني ايه او الهدف ايه بال pius ده علشان الكمبيوتر لما نسخة الويندوز او نسخة الماكينتوش او نسخة اللينوكس بتاعته او نسخة الاندرويد اعتلت عايز انازل نسخة جديدة الكمبيوتر او ال smart device يبدأ ايوة حد قال لي كده الفاكواليتي عذر معذرة حد يقول لي اللي هو restore فاكواليتي سيتين يعني اعمل استعادة المصنع ايوة استعادة المصنع بمعنى فين اللير الاولانية للبرنامج اللي يشغل الكمبيوتر او يشغل ال smart phone هو ده ال pius حبيبي اكمل مع بعض حبيبي بكده بيكون دول النوعين للذاكرة الرئيسة في الكمبيوتر بقي لي وحدة المعالجة المركزية او دايما نقول عليها cpu او هي اختصار لي central processing unit central processing unit ده بمثابت يعني انا لو عملت حبيبي معايا لو عملت عملية simulation او محاكاة لنظام الكمبيوتر فهقول اللي عمل نظام الكمبيوتر ما عملش غير انه هو عمل مضهاء محاكاة للنظام البشر اللي ربنا خلقه الانسان عنده وحدات ادخال اسمع من خلال وحدة ادخال تمام ارى اشوف المكونات او الاشياء قدامي من خلال وحدة ادخال تمام دي بقى دي وحدات الادخال في الانسان او في النظام البشري لكن الانسان عشان يعمل عملية اخراج من خلال اه فم الفم هابدأ اتكلم اللسان بيبدأ يطلع لي كلام دي لغة بتاعتي ده او تبوت تمام كده طيب الكلام ده ما يطلعش الا لو حصل معالجة بيتم من خلال العقل الانسان عقل الانسان هو بمثابة البروسيسور في الكمبيوتر كده تمثيل جميل جدا عشان اتذكر ان البروسيسور او ال سي بيو بتختصر لسنتر بروسيسين جوند ودي وحدة المعالجة المركزية في الكمبيوتر هي دي بمثابة عقل الانسان الانسان بعقله هو اللي يقدر يميز الاسوات ويقدر يميز الجمل والاوامر اللي اخدها عشان يبدأ ينتر اكت او يتفاعل مع الانسان اللي قدامه او الكاني اللي قدامه نكمل حبيبي في شاشة ونقول طيب وحدة المعالجة دي نقدر نعرف ونقول هي المسؤولة عن اجراء العمليات الحسابية والمنطقية من خلال احتواءها على وحدتين ال سي بيو دي بتحتوي على وحدتين اريثميتك اندلوجيكال يونيت ودي وحدة الحساب والمنطق اللي بتعمل عمليات حسابية تجمع درجات الطالب تجمع اجمال الفاتورة اللي انا اشترتها في الصيدلية او الفاتورة في المعزرة في المول التجاري تمام او عملية مقارنة تشوف من الاول من التاني من اللي جاي بدرجة يستهل اكسلنت ممتاز بالزبط دي وحدة الحساب والمنطق اللي مسؤولة عن الكلام ده بعد كده وحدة التحكم الكنترول يونيت الوحدتين دون موجودين في عقل الكمبيوتر في السي بيو الكنترول يونيت مسؤول تقول ها حبيبي معي الكنترول يونيت مسؤولة تقول اعمل اي الاوامر ادخال لكم تقول لكم البروسيسور دلوقتي مشغول ابدأ ادخله امر بعد امر ها بالزبط كده هي اللي بتنظم عملية ادخال الاوامر للبروسيسور ليه وحدة الحساب والمنطق اسمها كنترول يونيت وكمان تأكد على اني تعمل كونفيرميشن على اني الاريثميتيك اندلوجيكال يونيت اهمت بعملها تمام وفقا للاستراتيجية المخططة لها البروسيسور ليون بيها او الكود اللي المبرمجة عمله انقل تمام تبدأ تكمل وتدي له الامر التاني كده درنا نفهم البروسيسور وظيفته ايه في الكمبيوتر نكمل في البرزنتيشن حبابي معي ونقول يبقى خدنا في النظام الكمبيوتر اول حاجة الهاردوير وخدنا قسمنا الهاردوير من خلال استقبال ومعالجة بقلنا عملية الاخراج اللي عليها الدور ونقول الكمبيوتر عملية اخراج من خلال اكيد في وحدات هاردوير مسؤولة عن عملية الاخراج فر ايجاب يا ميستر السكرين ياس برافو فيري جود السكرين اذا اوتبوت انا قدام الكشير شايف بعيني الفاتورة اجماليها ايه او قدام الصيدالي في الصيدالية انا شايف كمان اجمالي الفاتورة بتاعتي اجماليها ايه عندي الموبايل سكرين السكرين بتاعت الموبايل هي هي بالضبط كمونيتور او سكرين البرينتر بتطلع لي بيبر اوتبوت تمام حبابي اللي سبيكر بتطلع لي الساوند بتطلع لي عايز اسمع اغنية عايز اسمع موفي ميكر فيديو عايز اسمع فيديو تعليمي انا دخلت على بنك المعرفة المصري او الجيبشان نوليجي بانك ونزلت فيديو عملت داون لود لفيديو عملت داون لود لفيديو عشان اخذينه عندي في الكمبيوتر بيشرح لي الجهاز الهضمي في الانسان او يشرح لي نظرية في صغارس في الرياضة او كمان يشرح لي أو يشرح لي حاجة في الكيمستري أو الفيزيكس برافو حبيبي يبقى كمكان آمن ليه المعلومات بتاعتنا في جمهورة مصرعبية أكبر مكتبة إلكترونية موجودة للآن وزارة التربية والتعليم وفرتها لنا وبتقول الاجيبشن نولوجي بانك أدخل على الاجيبشن نولوجي بانك من خلال حساب المتوفر لكل مدرس ولكل طالب أبدأ أعمل حساب وأقول أن أقدر أدخل لمحتوى آمن بدل من ضيع وقتنا في ألعاب ملهاش فايدة أو ملهاش مرجوع اقتصادي كويس علينا وعلى بلدنا نبدأ نضيع وقتنا في حاجة مفيدة لنا وعلينا عشان نبدأ نقول نستنسخ ميت زويل متين زويل جديد مصر ولادة بيكو إن شاء الله نشوفكو في أجمل الأماكن وأرقى الأماكن على مستوى العالم مشرفين مصر حبيبي نكمل معي ونقول باقي المكونات الهاردوير المسؤولة عاملية الأوتبوت في الكمبيوتر التوتش سكرين تمام المثال هنا والسؤال ممكن يتطرق لزيني يا مصر انت قلت التوتش سكرين أزا انبوت يونت ورجعت قلت هالي أزا اوت بوت يونت هي توتش سكرين هكتب من خلالها رقم الموبايل اللي هتصل انبوت يونت أشوف رسالة جاتلي أو نوتفيكيشن من الواتساب أو اسم متصل ماما أو بابا بيطمئن عليها بيتصل عليها أزا اوت بوت يونت يبقى أقدر أقول التوتش سكرين هل تعد التوتش سكرين من وحدات الهاردوير ها أين الانبوت ولا الاوت بوت تعتبر التوتش سكرين برافو عليك برافو عليك حبيبتي فعال التوتش سكرين تعتبر اما انبوت تعتبر انبوت يونت أو اوت بوت يونت نكمل ونقول يبقى الاوت بوت يونت أقدر أجمحها من خلال الشاشة السريعة دي ونقول السكرين والموبايل سكرين والبرينتر والسبيكر والتوتش سكرين تمام بقي لي اخر وظيفة من عناصر الكمبيوتر اللي هو استقبال معالجة اخراج ومن ثم تخزين الارشيف بقى امين المغزن هنا يده يقول لي هو المعلومات الداتا اللي انت دخلتها استقبال والمعلومات اللي انت اسعالكت الداتا دي معالجة وعملتلي اخراج لقود بوت اتمام لو انت مخزنتاش اذا ارشيف اقدر في يوم الايام رئيس مجلس الادارة صاحب الصيدلية صاحب المول التجاري مدير المدرسة ياخد قرار ياخد قرار وفقا ليه او حتى وزير او رئيس مجلس الادارة هياخد قرار علشان يقول انا عايز ابني مدرسة في مكان جديد وفقا يبقى اكيد في داتا دخلت يقال له تعداد السكاني في المنطقة دي بدأ يطلع معلومة ويقول ايوة المستوى العمري او الفئة العمرية من الى محتاجة مدرسة في المكان الفلاني ايوة يس هيبدأ ياخد قرار ويقول يلا نبدأ نشوف شركة ما قلقته تبني ولا لا لسه ما وصلناش للهدف ده يبقى القرار لابد ان يكون مبني على معلومة المعلومة لابد انها تكون طالعالي من نظام كمبيوتر سليم عملت input لداتا عملت process وبدأ تمام تمام نبدأ نكامل نقول التخزين ونقول يبقى وحدات تخزين سريعة انا شفتها ايوة شفتها الhard disk الفلاش ميموري وي ال dvd وي ال sd او الميموري كارد حبيبي معايا بكده بكون تعدادت معايا او المصطلحات او ما فيهم لتعدادة قلت مكونات منظومة الحاسب الالي معادش الكمبيوتر بس اللي قدام اللي اقدر اقول عليه لكن كنت اقدر اقول الكمبيوتر هاردوير ولسه هنتناول باقي المنظومة بدأنا في اول حاجة نهارده وقلنا ايه الهاردوير قسمناها من خلال الاربع وظائف الاساسية الكمبيوتر وقلنا ادخال data وحدات ادخال معالجة عشان اطلع information وحدة السيستم اللي موجود فيها الرام والروم ومحتاج فيها البروسيسور هعمل output screen speaker printer وهعمل تخزين خلال الاردسك انا ساعدت بيكم حبيبي ان شاء الله على امل لقاء بيكم في حلقة قادمة ان شاء الله دمتم في رعاية الله وامنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته